السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد في مادة رياضيات درس اليوم سيكون حول قياس المساحات اذا يستعمل قياس المساحات من اجل قياس مساحة مثلا مدرسة او قياس مساحة ملعب او قياس مساحة ارض او قياس مساحة شكل معين كيفما كان اذا تستعمل قياس مساحة لقياس كما قلنا مساحة شيء معين من الارض اذا لقياس مساحة هذا الشيء نستعمل بعض الوحدات تسمى وحدات قياس المساحة ومن بينها الملماتر مربع ثم السنتيمتر مربع ثم الدسيمتر مربع ثم الماتر مربع الدكامتر مربع ثم الهكتومتر مربع ثم الكيلومتر مربع نشير فقط الى ان هذه الوحدات هي كوحدات الاطوال لكن فوقها الرقم اثنان مليمتر مربع اذا مليمتر واثنان فوقها اذا نقول مربع لان المساحة هي ضرب الطول في الطول يعطينا المربع اذا هذه الوحدات تستعمل في الجدول او ربما قد يعطينا او يعطى في تمرين حول من واحدة الى واحدة اخرى لهذا نستعمل جدول يسمى جدول تحويل وحدات قياس المساحة ويشبه تماما اه قياس وحدات الاطوال وهناك فرق بسيط جدا في هذا في هذا الجدول سنتعرف عليه اذا نكتب كاصغر وحدة هي المليمتر السنتيمتر ديسيمتر المتر ثم الديكامتر ثم الهكتومتر ثم الكيلومتر اذا هذه وحدات الاطوال نضيف عليها فقط الرقم اثنان هكذا بهذا الشكل اذا كل واحدة نضيف لها اثنان فيسمى المليمتر مربع سنتيمتر مربع ديسيمتر المتر مربع ديكامتر مربع الكتومتر مربع ثم الكيلومتر مربع الشيء الثاني او الفرق الثاني بينه وبين جدول تحويل وحدات الاطوال وهو ان كل خانة تقسم على اثنان بهذا الشكل اذا كل خانة نقسمها الى اثنان بحيث تكون مثلا في خانة المتر مربع لديها الخانة الاولى للوحدات والخانة التانية للعشرات كل وحدة المليمتر سنتيمتر ديسيمتر الى غير ذلك من الوحدات لديها خانتان خانة لكتابة رقم الوحدات وخانة التانية لكتابة رقم العشرات اذا سنتعرف على هذا في تمرين التالي والتمرين يقول حول ما يلي الى الوحدة المناسبة لدينا واحد متر مربع كم يساوي من ديسيمتر مربع سبعة هيكتومتر مربع كم يساوي من ديكامتر مربع ثم ثلاثة وعشرون ديسيمتر مربع كم يساوي من مليمتر مربع خمسة عشر ديكامتر مربع كم يساوي من هيكتومتر مربع ثم سفر فاصل اربعة كيلومتر مربع كم يساوي من هيكتومتر مربع ثم 4.12 ديسيمتر مربع كم يساوي من متر مربع لهذا سنحتاج إلى جدول التحويلات وهو كما رأينا سابقا إذن نبدأ بأول وحدة وهي 1 متر مربع كم يساوي من ديسيمتر مربع إذن هنا يجب أن نتذكر جيدا دائما عند وضع أي عدد كيفما كان يجب أن نبدأ برقم الوحدات نضعه في الوحدة المناسبة بجانبه إذن لدينا 1 متر مربع نذهب إلى المتر مربع ونضع 1 هنا وليس هنا لأن هنا لدينا رقم الوحدات أما هنا رقم العشرات إذن سنكتب 1 في الخانة الأولى بعد ذلك نحن نريد التحويل إلى الديسيمتر مربع أي أنها ستحول إلى الخانة الأولى إذن سنملأ فقط بالأصفار بهذا الشكل إذن 1 متر مربع يعطينا 100 ديسيمتر مربع إذن بهذا الشكل الوحدة الثانية 7 هكتومتر مربع كما يساوي من ديكامتر مربع إذن بنفس الطريقة سنذهب إلى الخانة الأولى ونكتب 7 هكتومتر مربع ثم نريد التحويل إلى الديكامتر مربع إذن سنملأ فقط بالأصفار بهذا الشكل إذن 7 هكتومتر مربع أعطتنا 700 ديكامتر مربع الوحدة الثالثة لدينا 23 ديسيمتر مربع كما يعطينا من مليمتر مربع إذن هذا العدد رقم وحداته هو 3 إذن سنذهب إلى الديسيمتر مربع ونكتب 3 بعد ذلك نكتب 2 إذن نحول حسب التمرين إلى المليمتر مربع وذلك بإضافة الأصفار حتى نصل إلى الخانة الأولى من المليمتر إذن 23 ديسيمتر مربع أعطتنا 230 ألفا مليمتر مربع بعد ذلك ننتقل إلى الوحدة الرابعة وهي 15 ديكامتر مربع كم تساوي من هكتومتر مربع إذن 15 رقم وحداته وهو 5 إذن نذهب إلى خانة الديكامتر مربع ونكتب 5 ثم 1 إذن نحن نريد تحويل إلى الهكتومتر مربع إذن يكفينا فقط إضافة صفر في هذه الخانة بعد ذلك سنضيف فاصلة لأن الهكتومتر أكبر من الديكامتر مربع إذن نضع فاصلة إذن 15 ديكامتر مربع أعطتنا 0.15 هكتومتر مربع إذن تذكروا فقط أن وضع الفاصلة كذلك يكون في الخانة الأولى بجانب الخانة الأولى وليسها الخانة الثانية لأن الخانة الأولى مخصصة للوحدات أما الخانة الثانية فهي للعشرات الوحدة الخامسة لتحويلها وهي 0.4 كيلومتر مربع كم تساوي من هكتومتر مربع إذن هذا العدد رقم وحداته هو صفر إذن نذهب إلى خانة الكيلومتر مربع ونضع صفر بعد ذلك فاصلة 4 ثم التحويل إلى الهكتومتر مربع إذن إلى هذه الخانة سنضيف صفر بعد ذلك سنزيل هذه الفاصلة ويمكن أن نضعها بجانب الهكتومتر هنا أو نزيله إذن صفر فاصلة 4 يعطينا 40 هكتومتر مربع الوحدة الأخيرة وهي 4.12 ديسيمتر مربع كما يعطينا من متر مربع إذن رقم الوحدات لهذا العدد 4.12 هو رقم 4 إذن نذهب إلى خانة الديسيمتر وديسيمتر مربع ونكتب 4 بعد ذلك فاصلة 12 إذن تحويل إلى المتر مربع إذن يكفينا فقط إضافة الأصفار حتى نصل إلى الخانة الأولى من المتر مربع بعد ذلك سنزيل هذه الفاصلة من هنا ونضعها هنا إذن 4.12 ديسيمتر مربع أعطتنا 0.0412 متر مربع ونكتبه كجواب إذن هكذا يكون تحويل وحدات قياس الأطوال إذن إلى هنا نصل إلى نهاية الدرس نتمنى أن يكون الدرس مفيدا وقد استوعبتم معنا قياس وحدات المساحة وكيف نقوم بالتحويل من وحدة إلى وحدة أخرى ومع السلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر